السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله النهاردة نحل مع بعض تدريبات كتاب الأضواء على الدرس الثالث نكاس وانكسار الضوء أولا تدريبات الكتاب المدرسي رقم واحد اكتب المستحل العلمي الدال على كل عبارة من العبارتين الآتياتين واحد قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية الكسافة الضوئية لأن هناك علاقة بين الكسافة الضوئية والسرعة كلما زد الكسافة بتقل مين بتقل السرعة يعني علاقة بين علاقة إيه علاقة عكسية اتنين المنكاس اللازل ترتدي فيه الأشعة الضوئية فيه اتجاه واحد عندها سكتها على سطح مسكول برقم في المنكاس منتظم طيب لو ارتدت بقى في عدة اتجاهات ومتسكت على الأسطح خشنة بسمي إيه؟ براف العكاس غير منتظم اتنين اكمل زاوية نقط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر إيه مع طول وانت مغمض بسمها زاوية إيه؟ زاوية الانكسار ونقط من نقطة السقوط على السطح الفاصل وإيه؟ والعمود المقام صح والعمود المقام ثلاثة ماذا نعني بقولنا؟ معامل انكسار المطلق للماء واحد تلاثة تلاثين من مية يعني استعرف مين؟ معامل انكسار معامل انكسار النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء تساوي واحد تلاثة 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 تلاثين من مية وطبعا ما فيش وحدات قياس لأنه النسبة بين إيه؟ بين سرعتين ودائما معامل انكسار المطلق بيكون أكبر من الواحد الصحيح ليه؟ لأن سرعة الضوء في الهواء أكبر من أي وسط شفاف آخر أربعة علم اللي ما يأتي واحد حدوث ظاهرة السراب في المناطق السحروية وقت الظاهرة بسبب إيه؟ حدوث انعكاس و انكسار الضوء في طبقات الهواء المختلفة في درجة الحرارة طيب ظاهرة السراب لا تحدث في فاصلة الشتاء إيه السبب؟ لعدم تكون طبقات مختلفة في درجة الحرارة وبالتالي عدم حدوث إيه؟ انعكاس وانكسار للضوء اتنين أشواء الضوء الساقط عموديا على سطح عاكس ماسكول يعني عاكس على نفسه لأن كل من زاوية السكوت تساوي زاوية المعكاس تساوي سفرة لأن كل من زاوية السكوت بتساوي زاوية المعكاس تساوي إيه؟ سفرة خمسة يحسب معامل انكسار المطلق لمادة المائس علم بأن سرة الضوء فيها واحد وخمسة عشرين من مية في عشرة وس تمانية متر على السن طيب معامل انكسار المطلق أهو بتساوي إيه؟ سرة الضوء في الهواء على سرة الضوء في الوسط طيب سرة الضوء في الهواء كام؟ ثلاثة في عشرة وس تمانية على سرة الضوء في الماس كام؟ واحد وخمسة وعشرين من مية في عشرة وس تمانية بتساوي كام بقى الحسبة؟ اتنين واربعة إيه من عشرة ستة اختر من الأشكال التي أمامك الشكل الصحيح الذي يعبر عن انكسار الضوء في متوازي مستلات من الزجاج مع بيان السبب الشكل الوحيد اللي بتكون فيه زاوية السكوت تساوي زاوية الخروج الشكل رقم إيه؟ بقى وكمان في حاجة كمان ان الشوعة الضوء الساقط يوازي أشوعة الضوء من الخارج لكن البقى كله لا ينطبق عليه اللي احنا قلناه الوقت يبقى رقم إيه؟ رقم بقى ثانياً تدريبات الأضواء واحد أكمل الابارات التالية بما يناسبه واحد يسير الضوء في خطوط نقط ولا ينفذ من الأجسام نقط يسير الضوء في خطوط إيه؟ براف خطوط مستقيمة ولا ينفذ من الأجسام المعتمة عشان كده إيه؟ بتكون ظل خلف الجسم المعتم اثنين الشوعة الضوء إيه؟ الساقط نقط على السطح العكس يرتد على نفسه بزاوية العكاس تساوي نقط يبقى الساقط إيه؟ براف عمودياً بزاوية العكاس تساوي صفر كل من زاوية السكوت تساوي زاوية العكاس تساوي صفر ثلاثة يصنف عناكاس الضوء إلى نوعين هما نقط ونقط عناكاس منتظم وعناكاس غير منتظم أربع العناكاس نقط يحدث في الأسطح المسكولة مثل نقط عناكاس إيه؟ براف العناكاس المنتظم طيب أسطح المسكولة زي مين؟ زي مرآة مستاوية ستانل ستيل ده كلها تعمل كأسطح إيه؟ ماسكول خمسة فيها العناكاس نقط عندما تسكت شعة متوازية على سطح فإنها ترتد في اتجاهات مختلفة يبقى العناكاس إيه؟ براف غير منتظم ستة الجلد وورق الشجر من الأسطح نقط التي يحدث عليها عناكاس نقط من الأسطح إيه؟ الخشنة ويحدث عليها عناكاس إيه؟ براف غير منتظم سبعة القانون الأول من مكاس الضوء ينسع على أن النقط تساوي نقط كل مين زاوية السكوت تساوي زاوية المكاس زاوية السكوت تساوي زاوية مين؟ أنا مكاس تمانية عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط آخر أقل كثافة فإن زاوية نقط تكون أكبر من زاوية نقط طيب لما ينتقل شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة أكبر كثافة زي مين؟ زي عندك مثلا الماء أه هذا الماء أهو ده الماء وده هواء لما ينتقل من وسط أكبر كثافة إلا وسط أقل كثافة فإنه ينكسر مبتعداً عن العمود المقاوم عشان كيه بتكون ايه؟ زاوية الانكسار أكبر من زاوية مين؟ السكوت إذا تكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السكوت والعكس صحيح عند سكوته من وسط أقل كثافة إلى وسط أكبر كثافة فإن زاوية السكوت هتكون أكبر من زاوية مين؟ الانكسار تسعة عند انتقال شعاع ضوئي من الزجاج إلى الهواء هل سبقل الوقت الزجاج ده وسط إيه؟ ده وسط أكبر كساف إلى الهواء ده وسط أقل كساف فإنه ينكسر نقط العمود المقام فإنه ينكسر إيه؟ مبتعدا عن العمود المقام بحيث تكون زوية السكوت نقط زوية الانكسار تكون إيه؟ أقل صح يبقى أقل من زوية مين الانكسار عشرة من شروط حدوث انكسار الضوء أول حاجة إيه؟ يسكت بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية ده أول حاجة اتنين سكوته إيه؟ سكوته مائلا على السطح الفاصل بين الوسطين يبقى أول شيء إنه يسكت بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية ده أول شرط الشرط الثاني أن يسكت إيه؟ مائلا لأنه عندما يسكت عمودي عند سكوته عموديا فإنه ينفس دون أنه يعاني أي إيه؟ أي إنكسار عشان كيف يبقل إيه؟ أن يسكت مائلا ده أشر عند سكوت شعاع ضوئي مائلا على متوازم السلطة من الزجاج فإن زاوية السكوت تساوي زاوية نقط ولا تساوي زاوية نقط تساوي زاوية الخروج ولا تساوي زاوية مين؟ زاوية الانكسار نشر أشواء الضوئي الساقط عموديا على السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين تكون زاوية سكوته تساوي نقط تساوي إيه؟ براف تساوي صفر وكمان زاوية المعكاس أيضا هتساوي إيه؟ تساوي صفر تلات عشر الكسافة الضوئية للماء نقط من الزجاج بتكون إيه؟ براف أقل من الزجاج ونقط من الهواء وبتكون إيه؟ أكبر من الهواء عشان كده بتلاحظ إيه؟ إن سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء في الماء أكبر من سرعة الضوء في الزجاج كل ما بتزود الكسافة الضوئية بتقل من سرعة الضوء أربعة عشر معامل الانكسار المطلق هو النسبة بين نقط ونقط هو إيه؟ النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في أي وسط شفاف خمس تاشر عند النظر لكتعة نقود في الماء يكون موضعها نقط منخفضا موضعها إيه؟ الحقيقي عن موضعها نقط عن موضعها مين؟ الظاهري يبقى الموضع الحقيقي بيكون تحت منخفض أما الموضع الظاهري بيكون إيه؟ إلى أعلى مرتفع ستاشر تزهر أرضية حمامة السباحة نقط من موضعها الحقيقي بيكون إيه؟ أعلى براف يبقى تظهر أرضية حمام السباحة أعلى من موضعها إيه الحقيقي يبقى الموضع حقيقي بيكون فين إلى أسف الظاهرة بيكون أعلى سبعتاشر تحدث ظاهرة السراب وقت نقط في المناطق نقط يبقى وقت إيه وقت الزهيرة في المناطق نقط في المناطق إيه السحروية ثمانتاشر سبعت السراب تحدث نتيجة حدوث نقط ونقط الضوء حدوث إيه انعكاس وانكسار الضوء في طبقات مين الهواء المختلفة في ضررات الحرارة سبعتاشر في الشكل المقابل يكون الوسط اتنين نقط كسافة ضوئية طيب أنا عندي هنا بيسكت من وسط رقم واحد زود سكت كم؟ ثلاثين وزود الانكسار خمسين عندما تكون زودة السكوت أقل من زودة الانكسار أفهم من كده إيه؟ إنه بيسكت من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل كسافة يبقى في الشكل المقابل يكون الوسط اتنين أقل كسافة إيه؟ ضوئية يعني بيكون أقل كسافة ضوئية من الوسط إيه؟ واحد اتنين اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات الآتية رقم واحد إذا سقط شوعة ضوئية على مرآه مستوية بزاوية سبعين درجة فإنه يرتد بزاوية عشرين درجة ينعكس بزاوية تمانين درجة ينكسر يرتد بزاوية سبعين درجة طبعا إيه؟ برافو ورافو ورقم دي يرتد بزاوية كم؟ سبعين درجة ليه؟ لأنه زاوية سقوة بتساوي زاوية اتنين الانعكاس اتنين يرتد ده شوعة ضوئية على نفسه عند سكوته عموديا على سطح عكس بزاوية تساوي نقط تساوي إيه؟ برافو صفر هنقول إنه سكت عموديا بيعتده على نفسه كل من زاوية السقوة بتساوي زاوية المعكاس تساوي إيه؟ تساوي صفر ثلاثة إذا كانت الزاوية المحصورة بين أشواء الضوء الساقط وأشواء الضوء المنعكس أربعين درجة فإن زاوية العكاس تساوي نقطة دي كلها كم؟ أربعين درجة عاوزين نحسب مين؟ زاوية السكوت وزاوية العكاس يبقى السم على إيه؟ على اثنين يبقى أربعين على اثنين تساوي كم؟ يبقى عشرين درجة يبقى رقم إيه؟ رقم ألف أربعة إذا كانت الزاوية المحصورة بين أشواء الضوء الساقط والسطح العكس ثلاثين درجة فإن زاوية العكاس تساوي نقطة الشوعة الضوء الساقط والسطح العكس هذا الشوعة الضوء الساقط والسطح العكس دي بسمها زاوية ميل لما يكون الميل تلاتين درجة عشان يجيب زاوية السكوت بقول تسعين ناقص تلاتين يساوي كام؟ ستين درجة يبقى السكوت ستين والنكاس كام ستين درجة يبقى رقم إيه؟ رقم جيم خمسة إذا كانت زاوية السكوت شوعة ضوءي تساوي أربعين درجة فإن زاوية الانعكاس تساوي نقطة عشرين تلاتين أربعين تمانين طالما زاوية السكوت أربعين يبقى تساوي زاوية الانعكاس أيضا إيه؟ أربعين يبقى رقم إيه؟ رقم جيم ستة يحدثة على سطح نقطة انعكاس منتظم للضوء الجلد المرآة المستوية وورقة الشجر قطعة السوف طبعا إيه؟ المرآة المستوية رقم إيه؟ رقم بقى سبعة يرجع انكسار الضوء إلى اختلاف نقطة الضوء في الأوساط الشفافة المختلف حجم شدة درجة سرعة طبعا سرعة تمانية الكسافة الضوئية للماس نقطة الكسافة الضوئية للهواء أكبر من أصغر من تساوي لا توجد إجابة صحيح رقم ألف بيكون إيه؟ أكبر من الكسافة الضوئية للماس وكمان معامل انكسار المطلق للماس أكبر من الهواء عشان كيف راحز إيه؟ ان سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء فين؟ في الماس عندما يسكت الشعاع الضوئي بزاوية 40 درجة من الماء على السطح الفاصل بينه وبين الهواء فإنه ينكسر في الهواء بزاوية 0-30-40-50 أنا لسأل الوقت لما يسكت الشعاع الضوئي من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل كسافة هذا هواء وده ماء لما يسكت من وسط أكبر كسافة زي الماء إلى وسط أقل كسافة زي مين الهواء فإنه ينكسر مبتنى العمود المقام عشان كيف إيه؟ لما تكون دي أربعين يبقى لازم أن يكون الانكسار أكبر من أربعين يبقى كام؟ براف رقم دال يبقى تساوي كام؟ خمسين درجة عشرة عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أقل كسافة ضوئي إلى وسط أكبر كسافة ضوئي فإنه من وسط أكبر كسافة زي الهواء إلى وسط أكبر كسافة زي الماء فإنه ينكسر مقتربا من العمود المقام يبقى رقم إيه؟ رقم ألف يبقى ينكسر مقتربا منين من العمود المقام 15 إذا سقط شعاع ضوئي من الهواء إلى الزجاج فإنه ينكسر بحيث تكون زوية السكوت أكبر من زوية الانكسار زوية السكوت أقل من زوية الخروج زوية السكوت أكبر من زوية الانكسار زوية الخروج تساوي زوية الانكسار هو بيسكت منين؟ من وسط أقل كسافة إلى وسط أكبر كسافة فإنه ينكسر مقترباً من عمود المقام طيب لما يكون مقرب من عمود المقام زي داك مثلاً هتكون زاوية السكوت أكبر من زاوية مين من زاوية الانكسار يبقى رقم إيه؟ براف رقم ألف نشر في الشكل المقابل تكون النسبة بين زاوية السكوت إلى زاوية الانكسار هي أكبر من الواحدة الصحيح أقل من الواحدة الصحيح تساوي الواحدة الصحيح لا شيء مما سبق طيب هوا وزجاج هنا بينكسر مقترب من العمود يبقى هنا هتكون زاوية الانكسار لازم تكون أقل طيب رقم كبير رقم أقل هتكون إيه؟ أكبر من الواحدة الصحيح يبقى رقم إيه؟ رقم ألف تلات عشر في الشكل المقابل زاوية الخروج تساوي نقاط طيب زاوية السكوت بتساوي زاوية الخروج من غير مكام يبقى هنا تلاتين يبقى خروج كام أيضا كام تلاتين لكن زاوية السكوت لا تساوي زاوية مين؟ الانكسار لما يقول لعلي ليه؟ لأن الشوع بينكسر مقتربا أو مبتعدا وبالتالي زاوية السكوت إما تكون أكبر إما تكون أقل لكن زاوية السكوت تساوي زاوية مين؟ الخروج يبقى رقم إيه؟ رقم ألف أربعة عشر أي الأوسط التالية تكون سرعة الضوء في أكبر ما يمكن؟ الماس، الزجاج، الماء، الهواء طبعا مين؟ الهواء خمستاشر النسبة بين سرعة الضوء في الماء إلى سرعته في الهواء نقطة الواحد الصحيح أقل مين تساوي ضعف أكبر مين؟ سرعة الضوء في الماء أقل من سرعة الضوء في الهواء طيب لما يكون رقم صغير أقسموا رقم كبير هتكون إيه؟ أقل من الواحد مين الصحيح يبقى رقم إيه؟ رقم ألف ستة عشر، معامل انكسار مطلق لأي وسط شفاف دائما نقطة الواحد الصحيح دائما إيه؟ أكبر من الواحد مين الصحيح طيب ليه؟ لأن سرعة الضوء في الهواء أكبر من أي وسط شفاف آخر ستة عشر، معامل انكسار مطلق لوسط شفاف لا يمكن أن يساوي تسعة من عشرة، واحد وآتة من عشرة، واحد وخمسة من عشرة، واحد وآتة من عشرة لا يمكن أن يساوي أي رقم أقل من الواحد الصحيح يبقى كام؟ تسعة من عشر، يبقى رقم إيه؟ رقم ألف تمنتاشر، عند سكوت شعاع ضوئي من الهواء إلى الماء، وكانت زاوية سكوت الشعاع الضوئي في الهواء أربعين درجة، فإن زاوية انكساره في الماء سفر، خمسة ثلاثين، أربعين، تمانية وخمسين ونص يقولنا إيه؟ لما يسكوت الضوء من وسط أقل كسافة، زي الهواء إلى وسط أكبر كسافة زي الماء وأنه ينكسر مقترب من عمود مين؟ المقاوم يعني زاوية السكوت هتكون أكبر من زاوية مين؟ الانكسار طيب، السكوت عند أربعين يبقى لازم تكون كام؟ أقل من أربعين يبقى تساوي كام؟ خمسة وتلاتين يبقى رقم إيه؟ رقم باء، طيب، ليه ما قلتش صفر؟ صفر لما يسكت عمودي لما يسكت عمودي في الحالة ده ينفذ دون عين أي انكسار، يبقى ليس صفر ساعتاشر يسمى الموضع الذي ترى فيه قطعة من النقود وهي داخل الماء بالموضع الحقيقي البعيد الظاهري الأصل، طبعا إيه؟ الموضع الظاهري، كمين الموضع الظاهري بيكون إيه؟ أعلى من الموضع مين؟ أعلى من الموضع الحقيقي عشرين، إذا سقط شعاع الضوئي عموديا على سطح فاصل بين وسطين شفافين، فإنه ينعكس، ينكسر المقترب من العمود المقام، ينعكس على نفسه، ينفذ على استقامته، طبعا إيه؟ ينفذ على استقامته ثلاثة، اكتب المستحى العلمي الدال على كل عبارة فيما يأتي واحد، ارتداد الأشعة الضوئية إلى نفس الوسط عندما تقابل سطحا عكسة، إنتهي بسمي إيه؟ براف، إنعكاس الضوء اتنين، خط مستقيم بيمثل اتجاه انتشار موجة الضوء الساقطة باتجاه سطح العكس، وإنه يمسه عنده نقطة السكوت، نسمي إيه؟ براف، الشعاع الضوئي الساقط ثلاثة، خط مستقيم بيمثل اتجاه انتشار موجة الضوء المرتدة، طبعا المرتدة يبقى إيه؟ أشعاع الضوئي المنعكس أربعة، الزاوية المحصورة بين أشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس قال لنا إيه؟ منعكس يبقى إسمها زاوية إيه؟ زاوية الإنعكاس خمسة، الزاوية المحصورة بين أشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام يبقى زاوية إيه؟ زاوية السكوت ستة ارتداد الاشاعة الضوئية في اتجاه واحد عند سكوتها على سطح مسكو نسمي نكاس ايه? نكاس منتظر. سبعة ارتداد الاشاعة الضوئية في عد اتجاهات مختلفة عند سكوتها على سطح خشن. نكاس غير منتظر. تمانية زاوية سكوت الشوعة الضوئي تساوي زاوية انعكاسه. القانون الاول الانكاس الضوء. تسعة. الشوعة الضوء الساقط والشوعة الضوء منعكس ونعمد المقام بالنطل السكوت. جميع في مستقى واحدة عمودة على سطح العكس القانون الثاني لنكاس الضوء. عشرة. تغيير مسار اشعة الضوئية عند انتقالها من وسط شفاف لاخر. شفاف مختلف عنه في الكسافة الضوئية. انكسار الضوء. هداشر. كدرة الوسط الشفاف على كسر الاشعة الضوئية المرة خلاله. سميه الكسافة ايه برافو الكسافة الضوئية. نشر الزاوية المحصورة بين الشوعة الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السكوت على سطح الفاصل. سميه ايه برافو. زاوية الانكسار تلات عشر الزاوية المحصورة بين الشوعة الضوئي الخارج والعمود المقام من غير ما كم. يبقى زاوية ايه? زاوية الخروب. اربعة عشر النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في اي وسط شفاف اخر. معامل الانكسار المطلق. يسمي ايه? معامل الانكسار المطلق للوسط. خمستاشر. زاهرة طبعية تحدث في التركة السحروية وقت الظاهرة في الفصل الصيف. نتيجة حدوث انعكاس وانكسار للضوء. زاهرة مين? زاهرة السراب. اربعة ضع علامة صح امامه الابارات الصحيحة وعلمة خطأ امامه الابارات الخطأ. واحد عند سكوت الضوء على جسم معتم. يتكون له زل. ايه? ايه? ايه بارة صحيحة. اتنين. عند سكوت اشعة الضوء على سطح الخشن. تنعكس في اتجاه واحد. طبعا تنعكس في ايه? في عدة اتجاهات. يبقى ايه بارة خطأ. تلاتة. ازا كانت زاوية سكوت شعاع ضوء على سطح لامع تلاتين درجة. فان زاوية الانكاسه تساوي تلاتين درجة. طبعا يبارة صحيحة لان كل من زاوية سكوت تساوي زاوية اتنين الانكاس. اربعة. عند سكوت شعاع ضوء عموديا على سطح عاكس. فانه هي العاكس بزاوية تسعين. طبعا يبارة خطأ. في عاكس ايه? بزاوية صفرة. خمسة. اشعاع الضوء الساقط مائلا على متوازن مستلات من الزجاج يوازي اشعاع الضوء الخارج منه. عبارة صحيح. ستة. معامل الانكسار المطلق للاي وسط شفاف اقل من الواحد صحيح. عبارة خطأ. العاكس صحيح. اكبر من الواحد الصحيح. ستبعا. الكسافة الضوءية للماء اقل من الكسافة الضوءية للهواء. طبعا يبارة ايه? عبارة خطأ. ليه? الكسافة الضوءية للهواء هي اللي بتكون ايه? اقل من الماء او الكسافة الضوءية للماء اكبر من الكسافة الضوءية مين? للهواء. تمانية. عندما يكل معامل الانكسار لوسط تقل سرعة الضوء في الوسط. طبعا عبارة ايه? عبارة خاطئة. طيب ليه? لما يقل معامل الانكسار المطلق بتزداد سورة الضوء. لكن لما زود معامل الانكسار المطلق بتقل سورة مين? الضوء. لان علاقة ما علاقة ايه? علاقة عكسية ولا استراضية. تسعة. ينكسر شعاع ضوئي مقتربا من العمود عند انتقاله. من الهواء الى الزجاج. طبعا دي عبارة ايه? عبارة صحيحة. وبالتالي هتكون زودة السكوت اكبر من زودة مين? من زودة الانكسار. عشرة. يرى القلم الموجود داخل الماء وكأنه مكسور. طبعا عبارة ايه? عبارة صحيحة. حداشر. نرى كا حمام السباحة اعلى من موضعه الحقيقي. عبارة صحيحة. الموضع الحقيقي بيكون ايه? اسفل. الظاهري بيكون اعلى. اتناشر. النسبة بين البعد الظاهري والبعد الحقيقي لرؤية سمكة في الماء اكبر من الواحدة الصحيحة. يعني الموضع الحقيقي بيكون اسفل. يعني الحقيقي بيكون تحت. الظاهري بيكون ايه? اعلى. طيب شوف بقى هنا البعد الظاهري وهنا البعد الحقيقي. هنا البعد الظاهري صغير. لما يكون رقم صغير على رقم كبير هيكون ايه? اقل من الواحدة الصحيح. يبقى عبارة ايه? عبارة خطئة. ليه? اقل من الواحدة الصحيح. لكن لو قال لي نسبة بين البعد الحقيقي والبعد الظاهري يبقى هتكون ايه? اكبر من الواحدة الصحيحة. تلات عشر. انت انتقال شوع ضوئي من وسط اكبر كسافة. ضوئية. الى وسط اقل كسافة. فانه ينكسر مبتعدا عن العمود المقام. طبعا ده عبارة ايه? عبارة صحيح. اكبر كسافة زي مين? اكبر كسافة زي الماء. الى وسط اقل كسافة زي الهواء. فانه ينكسر مبتعدا عن العمود مين? اربعة عشر. نرى الاجسام المغمورة في الماء في موضع منخفض. عن موضعها الحقيقي. طبعا موضعها الحقيقي بيكون ايه? بيكون اسفل. الموضع الظاهري بيكون اعلى. يبقى الاجسام مغمورة نراها في موضع ايه? في موضع اعلى من موضعها الحقيقي. يبقى عبارة ايه? عبارة خطئة. خمستاشر. السراب زاهرة طبيعية مرتبطة بين عجاس وانكسر الضوء. عبارة صحيحة. خمسة سوب ما تحتوي خط في العبارات التالية. واحد. عند سكوت الضوء على جسم معتم. تتكون خلفه منطقة مضيئة. مزلمة. اللي ماسميها ايه? الزل. اتنين. فيه الانكاس غير منتظم. تنعكس الاشعة الضوئية في اتجاه واحد. في عدة ايه? عدة اتجاهات. ثلاثة. من الاسطح المسكولة المعروفة الخشب وورق الشجر. الاسطح مين? الخشنة. اربعة. اشواء الضوئي الساقط على سطح عاكس بزاوية خمسة واربعين درجة. يعني عاكس بزاوية تسعين درجة. كام? خمسة واربعين درجة. بتساوي زاوية ايه? خمسة. اشواء الضوئي الساقط عموديا على السطح العاكس يعني عاكس بزاوية تسعين درجة. ستة. معامل انكسار المطلق لوسط ماي. بيساوي صورة الضوء في الهواء في صورة الضوء في الوسط. طبعا ايه? بدل في هتكون ايه? على. يعني صورة الضوء في الهواء على صورة الضوء فين? في الوسط. سبعة. نرى الاجسام المغمورة في الماء في موضع منخفض. في موضع ايه? مرتفع. عن موضعها الحقيقي. تمانية. عندما ينتقل للشواء الضوء مائلا من الزجاج الى الهواء. فانه ينكسر مقتربا من العمود المقاة. ينكسر ايه? مبتعدا. عن العمود مين? المقاة. تسعة. يرجع انكسار الضوء في الاوساط الشفافة المختلفة الى اختلاف شدد الضوء. الاختلاف مين? سرعة الضوء. ستة. ما المقصود بكل من. واحد امكاس الضوء. ارتداد الضوء الى نفس الوسط عندما يقابل سطح المعكسة. اتنين. زاوية السكوت. الزاوية المحصورة بين اشواء الضوء الساقط. والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس. تلاتة. زاوية المكاس. الزاوية المحصورة بين اشواء الضوء المعكس. والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس. اربعة. المكاس المنتظم في الضوء. ارتداد الاشعة الضوءية في اتجاه واحد. عند سكوتها على سطح ايه? مسكول. خمسة. المكاس غير منتظم في الضوء. ارتداد الاشعة الضوءية في عدة اتجاهات. عند سكوتها على سطح خشن. ستة. القانون الاول لانعكاس الضوء. زاوية السكوت بتسوي زاوية مين? المعكاس. تابعة. القانون الثاني لانعكاس الضوء. اشواء الضوء الساقط. وهي اشواء الضوء المعكس. والعمود المقام جميعا في مسته واحد. عمود على سطح العكس. تمانية. انكسار الضوء. تغيير مصار الضوء. عند انتقاله مائلا. بين وسطين شفافين. مختلفين في الكسافة الضوءية. تسعة. الكسافة الضوءية الوسط. كدرة الوسط الشفاف على كسر الاشعة الضوءية. نشر. معامل انكسار مطلق الوسط. النسبة بين سرة الضوء في الهواء. وسرة الضوء في الوسط. ترتاشر زهرة السراب. زهرة طبيعية تحدث في التركة السحرية. وقت الظهرة في فصل السيف. تبدو الاجسام وكي انها مقلوبة على مسطح خيالي من الماء. سبعة ما معنى ان واحد زاوية سكوت شفاف ضوء على سطح عكس تساوي خمسة واربين در. يعني عاوز تعرف مين زاوية مين السكوت. اي ان الزاوية محصورة بين الشفاف الضوء الساقط. والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس تساوي خمسة واربين درجة. طيب ما معنى ان زاوية العكاس شفاف ضوء ساوي خمسين. اي ان الزاوية محصورة بين الشفاف الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس تساوي كم? خمسين درجة. طيب. رقم ثلاثة زود سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة المستوية تساوي صفر أي أنه يسكت عمودي أي أن الشعاع الضوئي يسكت عموديا على سطح مين المرآة أربعة زود انكسار شعاع ضوئي ستين أي أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة الزكوط على السطح الفاصل تساوي ستين درجة خمسة زود خروج شعاع ضوئي أي أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الخارج والعمود المقام من نقطة الخروج على السطح الفاصل تساوي كم؟ تلاتين درجة ستة معامل انكسار بمطلق للزجاج النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الزجاج واحد ونص تابعة معامل انكسار مطلق للماء واحد وتعتين من مية النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء واحد وتعتين ايه من مية تمانية زود سكوط شعاع ضوء على سطح ماء تساوي صفر أي أنه بيسكت عموديا على سطح الماء وينفذ دون ان يعاني اي انكسار تسعة النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلا سرعته في الماء واحد وتعتين ايه من مية أي أن ايه؟ معامل الانكسار المطلق للماء تساوي كم واحد وتعتين ايه من مية تمانية علل اللي ما يأتي واحد تكون زلال الاجسام المعتمة عند سكوط الضوء عليه لأن ايه؟ لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة ولا ينفذ خلال الأجسام المعتمة اتنين يحدث انكاس منتظم في المرايا بينما يحدث انكاس غير منتظم في أوراق الشجر ليه؟ سطح المرآة بيكون سطح ايه؟ سطح مسكول يعني العشاء بترتدي في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد بينما اوراق الشجر سطح ايه؟ غسطح ايه؟ خشنة الضوء بيرتدي في ايه؟ في عدة اتجاهات ثلاثة نعم شو ما تضول الساقط عموديا على السطح العكس يرتد على نفسه لأن كل من زاوية السكوط ساوي زاوية من الكاس ساوي صفر اربعة حدوث ظاهرة انكسار الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية لاختلاف سورة الضوء بين وسطين خمسة معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف اكبر من الواحدة الصحيح لأن سرعة الضوء في الهواء اكبر من اي وسط شفاف اخر ستة عند انتقال شعاع ضوء من الماء الى الهواء تكون زاوية السكوط اقل من زاوية الانكسار لأن الشعاع الضوء ايه بينكسر مبتعدا عن العمود المقام سبعة وغرب عند سكوط شعاع ضوء مائلا من وسط شفاف لاخر تكون زاوية السكوط لا تساوي زاوية الانكسار لأن الشعاع الضوء ينكسر اما مقتربا اولا ايه مبتعدا فاما تكون زاوية السكوط اكبر او ايه اقل من زاوية من الانكسار لأن الشعاع الضوء ينكسر ينكسر مقترباً أو مبتعداً عن العمود المقام وبالتالي زوج السكوت يام تكون أكبر يام تكون أقل تمانية يرى القرم المغمور جزءاً منه في الماء وكأنه مكسور باختصار لأن العين ترى امتادات الأشعة المنكسرة لأن العين ترى امتادات الأشعة المنكسرة طبعاً الجزء المغمور الأشعة الضوئية بتنكسر مبتعداً العمود من المقام فالعين ترى ايه؟ امتادات الأشعة المنكسرة تسعة لا ينكسر الشععة الضوية الذي يسكت عمودياً على السطح الفاصل بين وسطين مختلفين في الكسافة الضوئية. ليه? لان زاوية السكوت تساوي صفر. زاوية مين السكوت تساوي صفر. عشرة. تظهر ارضية حمام السباحة اعلى من موضعها الحقيقي. نفس الشيء. لان العين ترى امتداد الاشعامين المنكسرة. لان اشعام ضوئية تنكسر مبتدد العمود المكهوم. والعين ترى امتدادات الاشعام المنكسرة. هداشر. رؤية السمكة في الماء في موضع اعلى قليلا من موضعها الحقيقي. نفس الشيء السمكة الضوء الصادر من السمكة ينكسر مبتدد على العمود المكهوم. والعين ترى امتداد الاشعام المنكسرة. يعني اختصار. العين ترى امتداد الاشعامين المنكسرة. يبدو الصادر من السمكة ينكسر مبتدد على العمود ايه? المكهوم. ناشر. حدوث زهيرة السراب في المناطق الصحراوية في وقت الزهيرة. سيحدث ايه? انعكاس وانكسار في طبقات الهواء المختلفة في درجات الحرارة. تسعة. ماذا يحدث عندها? واحد. سكوت اشعة ضوئية على سطح مسكول. ايه اللي حصل? هتنعكس بشكل ايه? منتظم في اتجاه واحد. يبقى تنعكس بشكل منتظم في اتجاه واحد. اتنين. سكوت شعاع ضوئي عمودياً على سطح عكس. يرتد على نفسه. يبقى يرتد على ايه? نفسه. ثلاثة. سكوت اشعة ضوئية على سطح خشي. ترتد في عدة اتجاهات. الفكل ايه? غير منتظم. اربعة. انتقال شعاع ضوئي مائلاً من وسط اكبر كسافة الى وسط اكبر كسافة. اكبر كسافة زي مين? زي الماء. اكبر كسافة زي مين? زي الهواء. هيصل له ايه? ينكسر مبتعداً عن العمود مين? المقام. خمسة انتقال شعاع ضوئي مائلاً من وسط اكبر كسافة ضوئية العكس. من اكبر كسافة زي مين? زي الهواء. اكبر كسافة زي مين? زي الماء. هينكسر مقترباً من العمود المقامل. ستة. انتقال شعاع ضوئي مائلاً من الماء الى الهواء. بالنسبة لسرعته. طيب الكسافة ضوئية من الكبير الماء. طيب والهواء ده كل كسافة. يبقى المنتقل من الماء الهواء هيحصل له ايه? تزداد سرعته. سبعة. النظر الى قلم مغمور جزء منه في كوب به ماء. يبدو وكأنه ايه? مكسور. تمانية. سكوت شعاع ضوئي عمودياً على السطح الفصل بين وسطين شفافين مختلفين. بينفز دون اي انكسار. تسعة. حدوس عدة انكسارات وانعكاسات للضوء. في السحرات وقت الزهيرة. هم? حدوس ايه? حدوس زاهرة السرابق. عشرة. قارن بين كل من. عن الكاس منتظم وغير منتظم مع الرسم. عن الكاس منتظم ارتداد الاشعة الضوئية في اتجاه واحد. عند اسكوتها على سطح مسكو. زي المرآة. طيب غير منتظم ارتداد الاشعة الضوئية في اتجاهات. عند اسكوتها على سطح خشن. طيب الرسم. بدي اسم ايه? ان الكاس منتظم. طيب اما الكاس هو منتظم. ده سمي ايه? ان الكاس غير منتظم. اشعة الضوئية تعتد في ايه? في اتجاهات. اتنين. الانكاس والانكسار. اتنين. الانكاس والانكسار في الضوء من حيث المفهوم. انكاس الضوء هو ارتداد الضوء الى نفس الوسط عندما يقابل سطحة عكسة. انكسار الضوء تغيير مصار الضوء عند ان تقالوا مائلا بين وسطين شفافين مختلفين في الكاس في الضوئية. حد عشر. اذكر العلاقة الرياضية بين كلا من. زاوية السكوت وزاوية الانكاس في الضوء. بيساعة وعطي. اتنين. زاوية السكوت وزاوية الخروج في متوازن من الصلاة. نفس الشيء. زاوية السكوت بتساوي زاوية مين الخروج. ثلاثة. سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء. طبعا سرعة الضوء في الهواء بتكون ايه? اكبر من سرعته فين في الماء. اربعة. زاوية السكوت وزاوية الانكسار. عند انتقال الضوء من الماء الهواء. طبعا اخو بينكسر مبتعدا. يبقى زاوية السكوت هتكون ايه? اقل من زاوية الانكسار. او زاوية الانكسار اكبر من زاوية السكوت. يعني اتنين نفس المعنى. خمسة. سرعة الضوء في وسط الماء ومعامل انكسار مادته. طيب اذا سرعة الضوء في وسط الماء. بتساوي ايه? سرعة الضوء في الهواء على معامل مين الانكسار مطلق الوسط. يبقى ايه? سورة الضوء في وسط الماء سورة الضوء في الهواء على معامل انكسار المطلق للوسط 12 اذكر شروط او شرط حدوث كل من مياتي 1. تكون الزل وجود جسم معتم في مسار اشعائي الضوئي يعني سكوت الضوء على جسم معتم يبقى رقم 1 سكوت الضوء على جسم معتم 2. انكسار الضوء سكوت الضوء على سطح مسكول يبقى سكوت الضوء على سطح مسكول زي مين? زي المرآة 3. انكسار الضوء ايه الشرط انكسار الضوء اول حاجة سكوت الضوء بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية واني يسكت مئلا بزاوية لا تستوي صفر ليه؟ لاني يسكت عمودي بينفاس دون يعني ايه انكسار 4. نفس الضوء من وسط الشفاف الى اخر دون انكسار بس ايه الوقت يبقى ايه؟ يسكت عمودي يبقى سكوته عموديا يعني زي يسكت بسوء ايه؟ صفر تلتاشر وضع بالرسم التخطيطي كل من مصار شعاع الضوء يسكت عموديا على سطح مرآة مستوية ده مرآة مستوية واني يسكت ايه؟ عمودي يعتد على ايه؟ على نفسه اتنين العكاس المنتظم وانيكاس غير منتظم اهو ده العكاس المنتظم وانيكاس ايه؟ غير منتظم اربعة مصار شعاع الضوء في متوازم استغلاط من الزجاج ده المتوازم استغلاط من الزجاج خمسة مصار شعاع الضوء ينتقل مائلا من وسط اكبر كثافة ضوئية الى اخر اقل كثافة ضوئية من وسط اكبر كثافة زي مثلا مين الماء ينكسر مبتعدا عن عمود مين المقام يبهنا زاوية السكوت اقل من زاوية مين الانكسار ستة المسار شعاع ضوئي ينتقل مائلا من وسط اقل كثافة ضوئية الى اخر اكبر كثافة ضوئية يبقى العكس ينكسر مقتربا من العمود مين المقام اربعتاشر مساء المتنوعة اكمل مسارات الاشعة التالية ثم حدد قيمة زاوية الانكاس في كل شكل طبعا هنا الشكل يرتد على ايه على نفسه طيب هنا عشرين درجة ده الميل عشان يجيب السكوت اقول تسعين ناقس عشرين يسوي كام سبعين يرتد بنفس ايه بنفس الزاوية يبقى هنا بردك كام سبعين طيب هنا الميل اربعين يبقى تسعين ناقس عشرين بسوي كام خمسين ايضا يرتد ايه بنفس الزاوية اثنين من الشكل المقابل احسب زاوية الانكاس اشواع الضوئي على المرآة صامد طيب هنا السكوت كام خمسة اربعين ايضا هستمع هنا وقت دي خمسة اربعين ده السكوت خمسة ايه واربعين يبقى الانكاس ايها هنا خمسة اربعين طيب دي خمسة اربعين يبقى الميل ده كام خمسة اربعين وكمان الميل ده كام خمسة اربعين ودي زاوية قايم يبقى الزاوية اللي قبلهم كام هتكون خمسة اربعين لان مجموع زاوية مسلس كام مية وتمانية طيب الميل خمسة اربعين يبقى هنا كام السكوت كام خمسة اربعين وهنا 45 وهنا 45 وإيه واربعين درجة يبقى تساوي كم؟ 45 درجة ثلاثة سقط الشعاع الضوئي على سطح عكس فكانت الزاوية المحصورة بينه وبين الشعاع المنعكس 50 درجة وجد كل من زاوية السكوت وزاوية المكاس يعني دي كلها خمسية دي كلها خمسية عشان نجيب زاوية السكوت والانكاس أسمعها على كم على اتنية يبقى خمسية على اتنية تساوي كم؟ 25 درجة فرقمها هنا طبعا مقلناش اللي احنا زاوية السكوت بتساوي زاوية المكاس تساوي ايه؟ بتساوي صفر اربعة إذا علمت أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساكت والسطح العكس هذا الشعاع الساكت أو وضع السطح العكس اللي بسمها زاوية الميل الميل دي أربعية فاحسب زاوية السكوت والزاوية المكاس يبقل تسعين نقص أربعين ساوي كام؟ يبقى دي خمسين ودي كام؟ ودي خمسين إذا ساوي كام؟ خمسين درجة خمسة احسب معامل انكسار المطلق لمادة الماس علم بأن صورة الدوق فيه واحد وخمسة عشرين مهنة فيها عشرة والس تمانية مهتها على ايه؟ على الثاني طيب معامل انكسار المطلق بساوي ايه؟ هذا معامل انكسار مطلقة. سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الوسط. طيب سرعة الضوء في الوسط كان ثلاثة في عشرة واستمانية. طيب سرعة الضوء في الوسط واحد وخمسة وعشرين من مية. في عشرة واستمانية. عشرة واستمانية مع عشرة واستمانية. ثلاثة على واحد ورابعة. سوى كان دين واربعة ايه من عشرة. ستة. احسب سرعة الضوء في الزجاج. اذا كانت سرعته في الهواء تلاتة في عشرة واستمانية. متل على الثاني. ومعامل انكسار مطل لزجاج وحد ونص. طيب. اده معامل انكسر المطلق وحد ونص وده سرعة الضوء في الهواء. عاوزين نجيب مين? سرعة الضوء في الوسط. بقى قول سرعة الضوء في الهواء تلاتة في عشرة واستمانية على واحد ونص. تساوي كام? تساوي اتنين في عشرة واستمانية ميتة على ايه? على الثاني. سبعة. احسب معامل انكسر المطلق لزجاج. اذا علمت ان سرة الضوء في الزجاج اتنين في عشرة وستمانة متعة السانية. وسرته في الهواء. تلاتة في عشرة وستمانية متعة للثنية. طيب. موقف التساوي ايه? سرة الضوء في الهواء على سرة الضوء في الوعس. تلاتة في عشرةCOM bronze. على. اتنين في عشرة مستمانة. عشرة تمانية مع عشرة استمانة. تساوي واحد ونص. خمستاشر ادرس الاشكال الاتية ثم اجب رقم واحد من الشكل المقابل اكمل رسم ثم اوجد قيمة كل من زاوية السكوت طيب انا عندي هنا الميل تلاتين يبقى تسعين ناقص تلاتين يساوي كام يبقى هنا ستين وهنا كام ستين طيب الزاوية بين الشعاع الساقط ومنعكس يعني كلها يبقى مئة وعشرين بتساوي مئة وعشرين درجة اتنين من الشكلين المقابلين حدد نوع المكاس في كل شكل طيب رقم واحد ده ينكاس ايه المكاس منتظم طيب رقم اتنين المكاس غير منتظم يبقى واحد المكاس منتظم اتنين غير منتظم بقى اذكر نوع السطح الذي يحدث عليه كل منهم. طبعا ده سطح ايه? سطح مسكول. زي مسل مرآة مستوي. وده سطح خشن. زي جلد. تلاتة من الشكل المقابل. اسكر الرقم الدليل على كل من. زاوية السكوت. زاوية السكوت اللي هي الزاوة محصورة بين الشواع السكت والعمود المقام. ده رقم كام? رقم اتنين. ده زاوية مين? زاوية السكوت. طيب. اتنين زاوية الانكسار. رقم كام? رقم اربعة. رقم با اي وسطين? اي اقبر كسافة ضوئية? طيب انا عندي هنا الشواع الضوئي بيسقط من وسط بينكسر مقترب من العمود المقام. يبقى الوسط الاكبر كسافة يبقى هو مين? البي. يبقى البي اكبر كسافة. ليه? لان الشواع الضوئي انكسر واقترب من العمود مين? المقام. اربعة فيه الشكل المقابل. ما زي احدوه السل الشواع الضوئي? الساقط مع توضيح بالرسم. هنا مرقاها مستوي. وهنا الشواع الضوئي بيسقط. مين الهواء? الى الماء. من وسط الاقل كسافة? الى وسط اكبر كسافة. يحصل ايه? بينكسر مقتربا من العمود مين المقام? طيب لما ينكسر مقتربا من عمود المقام يحصل ايه? يسقط على المرقاها المستوية بزاوة معينة. ينعكس بنفس الضوئي. طيب هنا شواع الضوئي? بيسقط من وسط اكبر كسافة اللي هو الماء الى وسط اقل كسافة. هيحصل ايه? هينكسر مبتعد من العمود مين? المقام. خمسة من الشكل المقابل. الف اكتب ما تدل عليه الاركام. واحد واتنين وتلاتة. طيب ركم واحد ده ايه? بسمي ايه? واحد ده هنا شعاع خارج. طيب اتنين شعاع منكسر. تلاتة شعاع سقط. طيب ما اسم الزاويتين اكس وواي? اكس دي زاوية مين? زاوية السكوت. طيب واي زاوية الخروج. طيب ما العقب انهما متساويين زاوية السكوت بتساوي زاوية مين الخروج? ستة في الشكل المقابل. اكمل مسار الاشعة ثم احسب قيمة زاوية الخروج. ده هنا شعاع ايه? ساكت بينكسر. وهنا شعاع ايه? خارج. شعاع ساكت. ده شعاع منكسر وده شعاع من خارج. هنا زاوية السكوت خمسين. يبا زاوية الخروج كام ايضا كام خمسين درجة. سبعة من الشكل المقابل. الف اكمل مسار الاشعة الضوئية التي من خلالها تستطيع العين رؤية العملة المعدنية داخل الماء. طيب. انا عندي هنا ده الموض الحقيقي. ده البعد الحقيقي. الف ده بعيد الحقيقي. يعز البعد المقدرة الزاهرة. العين بترى ايه? بترى امتدادة الاشعة من المنكسر. يبقى هنا شعاع. السابق هنا. ابعين هي نكسر كده. يبقى هنا يسكت. بينكسر العمود المقابل. فالعين طرى مين? الاشعة من المنكسر. بقى ما زوatura على الموضوعين الف وبيع. وانه الف ده البعد ايه? الحقيقي وبعد البعد ايه? الزهرة. تمانية الشكل المقابل بيمثل الزهرة طبعية. الف ما اسم الزهرة التي يمثلها الشكل? زهرة مين? الثراب. زهرة الثراب. ما الوقت الذي تحدث فيه هذه الزهرة? وقت ايه? وقت الزهرة. طيب جيب ما السبب في حدوث هذه الزهرة? حدوث ايه? انعكاس. وانكسار في طبقات الهواء المختلفة. في درجات الحرارة. ستاشر اسئلة متنوعة. واحد ادرس الشكلين مقابلين سوم اجيب? واحد صحح مصار الشوعاع في الحالتين. طيب هنا الشوعاع بيسكت من الهواء الى الزجاج. يبقى حصله ايه? ينكسر مقتربا من العمود المقابل. بالشكل كده. طيب هنا. هنا من الزجاج الى الهواء. من وسط اكبر كسافة الى وسط ايه? اقل كسافة. فانه ينكسر ايه? مبتعدا عن العمود المقابل. يبقى هنا الشكل كده. ما اسمها هذه الزهيرة بعد تصحيح مصار الشعة وما ساب حدوث. طبعا اسمها هذه الزهيرة ايه? انكسار الضوء. اسمها ايه? انكسار الضوء. طيب ساب حدوثها ايه? هو اختلاف سرعة الضوء بين الحالتين. اربعين درجة. فاي القيم التقربية الاتية بعد تصحيح مصار الشعاع الضوء تناسب. واحد. الزاوية رقم واحد. انا عندي هنا زاوية ايه? السكوت اربعين. يبقى هنا في رقم واحد هنا لازم تكون اقل من كام? اقل من اربعين? يبقى تلاتين. طيب في رقم اتنين. انا عندي هنا الشعاع الضوء بين كاس المبتعدة. فالسكوت هتكون اقل. يبقى رقم اتنين لازم تكون اكبر من كام? اكبر من اربعين. يبقى كام? خمسين درجة. اتنين. اذكروا مثلا واحدا لكل مما يأتي. واحد. سطح مسكول. سطح مسكول زي مين? زي المرآة المستوي. يبقى المرآة المستوي. بقى. سطح يحدث عليه ان الكاس منتظم. نفس الشيء المرآة المستوي. جيم. سطح يحدث عليه ان الكاس غير منتظم. زي مثلا ايه? الجلد. ورق الشجر. دال. ظاهرة مرتبطة بين كسار وان الكاس الدوق. ظاهرة مين? السرابق. تلاتة. اذا كانت الزاوية محصورة بين الشمعين الساقط والمنعكس مية وعشرين. فاحسب زاوية الساقط. يبقى المية وعشرين على الاتنين. تساوي كام? ستين درجة. رقم بقى. الزاوية بين الشمعي الضوئي المنعكس والسطح العكس. طيب. احنا عندنا هنا زاوية ساقط كام? ستين. اهو. دي ستين ودي ستين. اعوز الزاوية دهيت. دي. ما بين شمعي الضوء الساقط وسط العكس. يبقى اقول تسعين. نقص ستين ساو كام? تلاتين درجة. خمسة. استخرج الكلمة غير مناسبة. وازكر الرابط بين باقي الكلمات. سطح جلدي. سطح خشبي. ورق شجر. مراية. طبعا نحزف مين? المراية. ليه? لان الباقي سطح خشي. يبقى دي كلها اسطح ايه? اسطح خشنة. باقي مرآة مستوية شريحة استاليس. فويل جاكت صوف. طبعا ايه? جاكت صوف. والباقي ايه? اسطح مسكولة. يعني بحسس على المعكاس ايه? منتزر. ستة. اكتب كروني المعكاس في الضوء. مع راسم تخطيطي للاشعة والزوائي. طيب. القانون الاول زاوية سكوت بتسوي زاوية مين. طيب القانون الثاني. اشوعة الضوء الساكت. واشوعة الضوء منعكس. والعمود المقام. من نوت السكوت. جميعا في مستهى واحدة عمودة على صفح ايه? العكس. ده زاوية سكوت وبده زاوية مين. قال لي ميكاس. سبعة. شاهدت طفلة اثناء الظاهرة في فصل الصيف. الاشجار. وعمدة الانارة على الطريق وكأنها مقلوبة على مسطح خيالي من الماء. الماء اسمها زي الظاهرة وما تفسيرها العلمي. اسمها ايه? ظاهرة السراب. ايه تفسيرها? حدوث. انعكاس وانكسار. في طبقات الهواء المختلفة في درجات مين? الحرارة. درجات الكتاب المدرسي. اكتب المستهى العلمي الدالة على العبارات تالية. واحد. موجات صوتية يقل ترددها عن عشرين هرتز. سمها ايه? براف. دون سمعية. اتنين. وسط مادي. لا يسمح بنفاذ اشعة الضوء خلاله. سمها ايه? براف. الوسط المعتم. تلاتة. تغيير مسار الضوء. اندقاله من وسط شفاف. الى وسط شفاف اخر. يختلف عنه في الكسافة الضوئية. انكسار الضوء. اربعة اشعة الضوء الساقط. اشعة الضوء من عكس العامة. ده ايه? براف. القانون الثاني. يعني كاس الضوء. اتنين. اختر اجابة صحيحة. مما بين الكوسين. مع التفسير. الان. واحد. الصوت اللازي تردده ميتين هرتز. يكون اكثر نقط من الصوت اللازي تردده ميت هرتز. اكثر حدة ولا كوة ولا غلزة ولا ضعف. طبعا بيكون اكثر ايه? حدة. لان حدة الصوت وتردد علاقة ايه? تردين. اتنين. ازا قلت المسافة بين مصدر ضوء ايه وسطح ما? كالحائط. فان شدد استضاءة السطح. تقل النصف. تزداد. تقل للربع. تزل سبت. احنا قلنا المسافة. والاستضاءة علاقة ايه? علاقة عكسية. لما تقل المسافة? يبقى يحصل ايه في الاستضاءة? هتزداد. يبقى ايه? تزداد. تلاتة. تستضاء موجات نقط في الفحوص الطبية. ومعرفة نوع حالة الجانية. السمعية. تحت السمعية. فوق السمعية. السمعية وفوق السمعية. طبعا ايه? فوق السمعية. تلاتة. اكتب علاقة الرادية التي تربط بين كل من تردد موجة الفتون وتقطه. واحد تردد موجة الفتون وتقطه. طبعا تقطه الفتون دي تساوي ايه? مقدار سابت في تردد الفتون. تساوي ايه? مقدار سابت في تردد الفتون. اتنين تردد الصوت. وعدد اسنان ترس عجلة سفار. اسئلة مهارة التفكير. واحد اكمل مسار الاشعة في الشكل المقابل علما بان كثافة ضوئية للالماس اكبر من زجاج. اكبر من الماء اكبر من الهواء. طيب عامل هنا شعايين. اول شعاع. رقم واحد ده بيسكت ايه? عمودي. ينفز دون ان يعاني اي اي انكسار. طيب رقم اتنين. هو هنا بيسكت من الهواء. الى الماء هيحصل ايه? هينكسر مقتربا من العمود ايه? المقابل. ينكسر بالشكل كده. مقترب من عمود المقابل. طيب. ازبادة في عندي هنا شعاع. بيسكت من الماء الى الزجاج. هينكسر اكتر مقتربا من العمود مين? المقابل. اهو. طيب. بيسكت ايه? من الزجاج الى الماس. بيينكسر اكتر. يعني اكاد نوع ايه? تطابق على مين? على العمود المقابل. يعني ايه? بيشتاك لكده. يعني كل مرة بيينكسر مقترب من العمود مين? المقابل. منين ادرس الاشكالة التالية ثم اكمل. انا عندي هنا شعاع ضوء يسكت من الوسط ايه الى الوسط بي. طيب. من الوسط ايه? الشعاع بيينكسر الوسط بي مقترب من العمود مقابل. افهم منك ان الاس ده ااقل كسافة. والب ده اكبر كسافة. ااقل كسافة يعني اكبر سرعة. يبقى سرعة الايه? هي كبير. وسرعة البي هي القليل. فدعا نشوف من البي الى السي. هنا الشعاع ده بيينكسر في السي مبتدأ من العمود مقاوة. افهم من كده ايه? ان البي ده هوت ده اكبر كساف والسي اكول لكسافة زي بالزبط. الماء والهواء كان بيحصل ايه? كان ينكسر مبتعلا العمود من المقام? افهم من كده ايه? ان سرعة الضوء في سي هي الكبير اكبر من ايه? من البي? يبقا هنا. السي هي ايه? الاجبر من البي. طيب يطرى السي بقى? اكبر ولا اقل من الاي? تعال ا настيف. يسقط من السي الى الاي. برضه هنا بينكسر مبتعلا العمود المقام. افهم من كده ايه? ان سرعة الضوء في اليه هي الكبير أكبر منين من السي يبقى أنا عندي هنا سرعة إيه أكبر من سرعة السي أكبر من سرعة مين البي يبقى الإيه أكبر سرعة يبقى أقل كساف ده وإيه طيب والبي أقل سرعة يبقى أكبر كساف طيب شو طالب من إيه ألف سرعة الضوء في الوسط نقاط أكبر من باقي الأوساط طبعا مين في الوسط إيه يبقى الإيه دي سرعة أكبر من باقي إيه الأوساط طيب رقم باقي الوسط نقاط أكبر كسافة ضوئية يبقى مين وسط بي يبقى الأكبر إيه كسافة ثلاثة فيها الشكل المقابل سأخذ شوعة ضوئي موازين للمرآة با على المرآة ألف أكمل المسارة شوعة ضوئي حتى ينعكس على المرآة ألف وحسب زاوية المكاسو على المرآة با وعلى المرآة ألف طيب الزاوية دي بيساوي الزاوية دي بقى إيه بالتناظر يبقى دي بتلاتين أيها زية طيب تلاتين يبقى عندي هنا أقول تسعين ناقص إيه تسعين ناقص تسعين ناقص كام تلاتين يساوي كام ستين يبقى دي ستين ودي كام ستين ودي تلاتين في شعب يسكت على المرآة با بميل ستين ما زاوية دي بيساوي الزاوية ديت بميل كام ستين طيب يبقى قول زاوية السكوت كام يبقى قول تسعين ناقص ستين يساوي كام تلاتين بدي تلاتين ودي تلاتين وطبعا دي كام ستين طيب دي تلاتين ودي ستين يبقى تسعين يبقى لبرهم كام ديت براف عمود ايه؟ عمود يعني ايه؟ يعني بيرتد على ايه؟ على نفسه يبه هنا زاوية هنا ألف وهنا باق يبه هنا زاوية السكوت والانعكاس في المرآة ألف بنساوي ستين وهنا زاوية السكوت والانعكاس في المرآة باق تساوي كام تلاتين تلاتين أربعة اختر الجيلة الصحيحة ألف معامل انكسار ومطلق لأي وسط شفاف لا يمكن أن يساوي طبعاً لا يمكن أن يساوي أقل من واحد الصحيح يبه كام تمانية من عشر النسبة بين الكسافة الضوئية للماء والكسافة الضوئية للهواء نقطة الواحد الصحيح طبعاً الكسافة الضوئية للماء ده كبير والهواء ده قليلة يبقى رقم كبير ورقم صغير تكون ايه؟ أكبر من الواحد ايه؟ الصحيح دربات الكتاب مدرسي أكتب المصطح العلمي الدالة على العبارات التالية واحد موجات صوتية يقل ترددها عن عشرين هرتز سمه ايه؟ براف دون سمعي اتنين وسط مادي لا يسمح بنفاذ أشعة الضوء خلاله سمه ايه؟ براف الوسط المعتم ثلاثة تغيير مصر الضوء اندقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر يختلف عنه في الكسافة الضوئية انكسار الضوء اربع أشوعة الضوء الساقط وشعة الضوء من عكس والعملاء وفي القانون الثاني للمجهس الضوء اتنين اختر إجابة صحيحة مما بين الكوسين مع التفسير العلم واحد الصوت اللازي تردده ميتين هرتز يكون اكثر نقط من الصوت اللازي تردده ميت هرتز اكثر حدة ولا كوة ولا غلزة ولا ضعف طيب يكون اكثر ايه؟ حدة لان حدة الصوت وتردد علاقة ايه؟ تردين اتنين اذا قلت المسافة بين مصدر ضوءي وسطح ما كالحائط فان شدة استضاءة السطح تقل النصف تزداد تقل الرابع تزل سبت حينا للمسافة والاستضاءة علاقة ايه؟ علاقة عكسية لما تقل المسافة يبقى يحصل ايه في الاستضاءة؟ هتزداد يبقى ايه؟ تزداد تلاتة تستضاء موجات نقط في الفحوص الطبية ومعرفة نوع حالة جاني السمعية تحت السمعية فوق السمعية السمعية وفوق السمعية طبعا ايه؟ فوق السمعية تلاتة اكتب علاقة الرادية التي تربط بين كل من مين؟ واحد تردد موجة الفتون وطاقته. طبعا طاقت الفتون تساوي ايه؟ مقدار سابت في تردد الفتون. تساوي ايه؟ مقدار سابت في تردد الفتون. اتنين تردد الصوت وعدد اسنان ترس عجلة سفار. تردد بتساوي ايه؟ تيه بتساوي دال في نون على زيش. اربعة ما الناتجة مترتبة على الكل المياتي. واحد سكوت اشعة ضوئية على سطح خشي. هم؟ سالله ايه؟ ترتد في عجلة ايه؟ اتجاهات. اتنين سكوت شمع ضوء ابيض على احد اوجه منشور سلاسي زجاج. يتحلل الى الوين الطفة السبعة. ما الاساس العلمي الذي يعتمد عليه تثبيت اوتار العود الموسيقي على صندوق خشبي اجوف. هم؟ نشدة الصوت تسداد بزيرة مين؟ مساحة السطح. لان الصندوق يمع على ايه؟ من زيادة مساحة السطح. فتسداد شدة مين؟ السوت. اكمل المسار. طبعا دي هنا كان دي اربعين وده اربعين. طب دي كان خمسين وده خمسين. وده تسعين يبقى دي كان منهبرها اربعي. يبقى دي كان دي خمسين وده خمسين وده اربعي. طب هنا الشعاع. هنا ايه بيخرج مرة تانية. هنا تبقى خمسين ودي ايه خمسين. يبا زود الخروج بتساوي زود مين السكوت بتساوي كام خمسين درجة.